موسيقى مشاهدي قناة القلم السلام عليكم برنامج ضيف القلم يطرح في هذه الحلقة مسألة دقيقة وحساسة هي المسألة الدينية نظرا لما أصبحت تخضع إليه من حسابات وتقديرات وتصورات ما فتئ التباين في مجالها وفي التعاطي معها يتسع ويتعاظم هذه الوضعية أصبحت تشكل تهديدا لوحدة المجتمع ولتماسك أفراده ولعل ذلك ما دفعنا نحو التوجه إلى أهل الذكر علنا نصفر من خلال محاورته بعض ما يوضح لنا ما نعيشه اليوم في تونس ضيفنا اليوم هو السيد نوردين الخادمي وزير الشؤون الدينية مرحبا بك سينوردين أهلا وسهلا مرحبا ونشكركم على هذا اللقاء وفاقكم الله سينوردين هناك مسائل قديمة جديدة طرأت بعد الثورة وتداعيات لما قبل الثورة سوف نتطرق إليها تدريجيا لكن قبل الشروع في ذلك سنتابع هذا التقرير لم يكن الخوض في المجال الديني أوفر حظا من الخوض في المجال السياسي على امتداد عقود من الزمن في تونس لكن ما انتحرر من الحصار الذي كان مفروضا عليه خطابا وممارسة حتى انفجر على نحو غير مسبوق وبصورة شابه الكثير من الفوضى والمشاحنات بين التصورات والتشيعات زادها تعكيرا الحسابات السياسية أصبحنا نجابه اليوم أصنافا شتى من المواقف والمقاربات التي أفقدت المجتمعا سجامة وتسببت في تداخل الأحكام والتباس التصورات فبرزت المظاهر الغريبة والممارسات غير المألوفة في المساجد وخارجها وظهر المشائخ والزعامات الدينية بقطع النظر عن مدى توفر الشروط والمؤهلات العلمية وتقطع أمرهم فيما بينهم طالما أن كل منهم يعتقد في رجحان موقفه فأصبحوا فرقا وشيعا وكل حزب بما لديهم فريحون فما رأي أولي الأمر فيما يحدث؟ أي موقف يمكن أن تتخذه سلطة الإشراف في هذا الوضع؟ يبدو أن الأمر ليس بسهولة التي تكون فيه لهذه الجهة أو تلك قدرة نافذة للتحكم في المشهد العام وإعادة الاستقرار إلى المجال الذي يفترض أن يكون باعث الاستقرار خاصة وأن مطلب النأي بالدين عن التسييس لا يعد أن يكون سوى الدعاء عار من الصحة وإلا كيف نفسر إصرار عدة أطراف على الزج بالدين في محاور الصراع السياسي ما الذي فتح المجال لبروز ظواهر وتصورات أربكت وضعية المساجد وأزعجت عامة الناس لما حملته من غلو ومغالات من وراء التجاذبات الدينية التي لم تكن مألوفة في تونس أين أولي الأمر من كل ما يحدث في مجال التعاطي مع هذه الظواهر الجديدة علينا سينوردين نقطة الأولى تتصل بالوزارة وما يجري داخل كواليس الوزارة هل هناك استراتيجية واضحة اليوم في وزارة الشؤون الدينية للتعاطي مع ما يقع داخل الوزارة وخارجها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا لكم على هذا السؤال والحقيقة أن الحديث عن استراتيجية أو مشاريع الوزارة لابد أن يسبق بحديث عن وضع الوزارة كيف وجدناها عندما تم التكليف بهذه الوزارة هذه الوزارة هي اسم بلا مسمى قبل الثورة فهي وزارة تعرضت إلى التهميش والإضعاف وهي لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث التنظيم الهيكلي والقانوني ومن حيث الاعتماد المالي والميزانية ومن حيث الخطاب والرسالة والأثر في المجتمع وفي بناء الشخصية وفي الإسهام الوطني عموما مع باقي الوزارات والمؤسسات هذه الوزارة قبل الثورة هي وزارة فيها جانب من العمل لشك وفيها جانب من الأداء ولكنه لم يرتقي إلى المستوى المطلوب لكن سينوردين هذا وضع جميع الوزارات تقريبا لكن حين نخص الوزارة التي ترجع بالنظر إليك هذه الوزارة من المآخذ الموجهة إلى سلطة الإشراف فيها هو كثرة عدد المستشارين قبل هذا اسمح لي أن أقول نعم الوزارة ليست كالوزارات الأخرى والوزارات الأخرى ربما تعرضت إلى ما تعرضت إليه من مشاكل وأزمات وهي تتفاوت في ذلك قبل الثورة ولكن هذه الوزارة تعرضت إلى أكثر من ذلك بكثير أضرب لذلك أمثلة بسيطة وواضحة هذه الوزارة هي مبنى واحد في العاصمة له طابق ونصف ليس لديها إدارات جهوية ولا إدارات محلية كيف يمكن لوزارة تشرف على خمسة ألاف مسجدا وجامعا في كل تراب الجمهورية كيف يمكنها أن تشرف على تلك المساجد وليس عندها لا إدارات جهوية ولا إدارات محلية وليس عندها قانون ينظم مصالحها وينظم هيكلتها كما يلزم وجدنا الهيكل الوزارة تنظيما معتلا ومختلا فيها مدير عام واحد في حين في وزارة أخرى فيها أعداد أكبر من هذا هذه الوزارة ميزانيتها من أضعف الميزانيات هذه الوزارة فيها الوعاظ والمرشدون الذين حرموا طيلة أكثر من عشرين عاما من الوعظ والإرشاد ومن التوعية الدينية ومن الدروس لكن سينور الدين هنا أعلم جيدا أن هناك وضعية لا تحسد عليها عندما تسلمت الوزارة لكن الوزارة وقد تسلمتها ثمت مشاكل طفط بعد تسلم الوزارة إضافة إلى المشاكل الموجودة فيها هو لابد نحن قبل أن نتحدث عن الاستراتيجيات وعن المشاريع المستقبلية لابد نتحدث عن الحاضر ونتحدث عن الماضي لطبيعة الحال نحن وجدنا في هذه الوزارة كما ذكرت ما وجدناه ثم وجدنا تحديدا آلاف القضايا والوضعيات لآلاف المساجد غير مسوهة هناك كما تعرفون بعد الثورة انفلت الوضع العام في البلاد بما في ذلك وضع المساجد وهو تقريبا أكثر الأوضاع نعم وجدنا أنفسنا أمام تسوية لآلاف المساجد من حيث تكليف الأيمة والخطباء والمؤذنين والقائمين بشوء البيت تكليفهم بأن يتولوا مهماتهم في المساجد وهذا التكليف يحتاج إلى عمل إداري وعمل ميداني وطبعا تواصل واختبارات وإلى آخره وجدنا كذلك عددا من المساجد التي لم تبنى وهي في حاجة إلى تسوية وضعياتها العقارية والقانونية هل هذا ما يفسر كثرة عدد المستشارين بالنسبة إلى وزن شؤون دينية نظرا لذيق الوقت هذه جزئية من كل نحتاج لتوضيع هذه النقطة التي هي من المآخذ الموجهة سنجيب عنها شوي شوي سنجيب عنها وجدنا أنفسنا أمام مشهد المشهد الديني فيه اختلافات فيه تباينات فيه كما يقال استلاع على المنابر استلاع على المساجد تحويل أحيانا بعض المساجد إلى أمور أخرى تغيير المعالم إغلاق المساجد سنأتي إلى مساجد سنأتي إليها وجدنا أنفسنا أمام أيضا خطاب ديني إسلامي وسطي لابد أن نسهم به في تحقيق الطمأنينة وفي تصحيح المفاهيم كل هذا وجدناه أمامنا وهو تطلع من تطلعات الشعب التونسي كيف يمكننا أن نحقق هذه المطالب وهذه الاستراتيجيات ونحن في وضع ذكرنا أنه وضع مترد وضعيف ومهمش من حيث الهيكلة من حيث المستلزمات المادية من حيث أدوات التواصل من حيث بعد المسافة كثرة المساجد يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ولكن هذا كله تحتاج إلى إدارة قوية وإلى أدوات وإلى مال وغير ذلك هو ما يفسر النقطة التي طرحتها عليك نعم هذا جانب نحن تحدثنا عنه والحقيقة فرصة لشعبنا الكريم أن يفهم ويسمع عن هذه الوزارة هو يظن أن وزارة شرون دينية مثلا مثل وزارة أخرى من وزارة تونس هي عشر شهار يعني أو جزء من وزاراتنا الأخرى ووزاراتنا الأخرى فيها جانب من التراكم المعرفي والبنية التحتية والمحضورة بالمقارنة لها أقدار تتفاوت فيما بينها من الجانب المادي والتنظيمي والقانوني لأخير ولكن الوزارة الوحيدة تقريبا في تونس تعرضت إلى مظلمة شديدة جدا وهذا معروف في إطار استهداف الدين وفي إطار تجفيف المنابع وفي إطار أيضا إضفاء الشرعية الدينية على النظام السياسي الاستبدادي السابق من أجل أن يقنع الناس ويقنع الخارج وأنه يعتني بالدين وأنه حامل حماوة الدين ولكن هذا في الواقع وفي الإدارة وفي الدولة وفي المستلزمات المادية والميزانية لم يعكس هذا الادعاء وهذا الزعب ولذلك لابد أن ننطلق من هذا حتى نبين أننا أمام وضعية ليست بسهولة المنتظرة واضح واضح أجيبك عن استراتيجيات وأجيبك عن ما وقعنا ما تم في الوزارة نحن بعد ما دخلنا الوزارة أمامنا استحقاق كبير وهو استحقاق الشعب التونسي واستحقاق الثورة في أن تعود هذه الوزارة إلى وضحة طبيعي من حيث كونها وزارة تعتني بالدين وبالمساجد وبالإطراط الدينية وتعتني كذلك بإعداد الأئمة والخطباء وإعطاء خطاب إسلامي ديني وطني مدني يحقق التوازن يحقق الوحدة وأيضا في التصدي لمشكلات وإفرازات آلت إليها ثورة بعد اندلاعها منها مواقف فقهية شرعية منها مواقع معينة استلاءات تجاذبات دينية سياسية قضايا فكرية إلى أخيره كما ترح في الساحة السياسية والإعلامية دور المساجد حياد المساجد يعني الخطاب الديني الديني والسياسي إلى أخير من هذه القضايا وهذه المسائل كل هذا كانت الوزارة معنية في جزء كبير منه معنية به من أجل أن تعطي الإصلاح المطلوب والممكن في هذه اللحظات وفي هذه المستويات نحن عندما دخلنا في 2012 أمامنا كذلك عدد كبير من الوضعيات التي لم تسوي منها وضعيات تتعلق بإطارات دينية خطباء وأيما لم يأخذوا تعيينهم فنحن مطالبون بأن نؤمن السير الطبيعي للمساجد وأن نعين الخطباء وفقا لما هو معمول به من الناحية الإدارية ومن الناحية الاختبار ومن الناحية الإجرائية فأمام كم هائل وسوان الحمد لله أكثر من ثلاثة حالة هذا يدخل في إطار العمل اليومي العمل تقريبا الدوري هو عمل يومي بالوزارة الذي يمكن أن يلتأم بشكل متدرج هو عمل يومي لكنه ليس طبيعيا هو عمل يومي لكنه عمل ضخم معقد فيه تراكمات كبيرة أقول لك يعني مئات القضايا في اليوم الواحد نعالج عشرات القضايا والمئات موجودة والألاف موجودة لكن سينور الدين هناك أقسام تعنى على ما أظن أقسام تعنى بمثل هذه المشاكل بعبارة أخرى أن هناك اختصاصات يمكن أن توزع داخل الوزارة لذلك أنا قلت لك حتى أغيب السؤال الذي طرحته في البداية لذلك أنا سأجيبك ولذلك قلت لك حتى نفهم الوزارة عندما تقول لي أقسام عن أي أقسام نتحدث في الوزارة هل هي أقسام مثل وزارات أخرى هي موجودة موظفون محترمون وأقسام موجودة لكن هذه الأقسام تلقى يعني مصلحة فيها ثلاثة أربع موظفين إدارة فرعية فيها سبعة ثمانية موظفين يزيدون ويقلون يعني بعدد ببسيط لأخيره وليس فيه أجهزة أنا أقول لك بناية مهترئة طابق ونصف في شارع بابنات حيوط قديمة أبواب لكن ما هذا نفعل إذا كان هذا هو الوضع ومنظومة معلوماتية بسيطة متدنية ويعني ليس فيه دورات تدريبية في المدسل الوطني الإدارة وليس فيه تواصل ليس فيه إدارات جهوية كيف سنتعامل مساجد في جنوب تونس وفي شرقها وفي غربها وليس عندنا لا إدارات جهوية ولا إدارات محلية ولا عندنا مديرين جهويين ولا عندنا مسؤولين ولا رؤساء مصالح عندنا بعض الوعاظ والواعظات في المعتمديات يتواصلون مع الوزارة بشكل من الأشكال ليس عندهم لا مستلزمات ولا عندهم الآليات للتواصل مع ذلك هم يعملون بحسب مستطاعهم من أجل تسوية وضعيات كثيرة منها وضعيات المساجد تكليف الأئمة وضعيات الحج والفرز والترشيح وملفات وضعيات الكتتيب القرآنية وضعيات الدروس لكن هذا كان في السابق موجودا ولعل ما ذكرته الآن فيما يتصل مثلا بموسم الحج وهنا ما عاشته التجربة تجربة الحج في الموسم السابق يعتبر تقريبا من المواسم التي لا يمكن أن يقال عنها أكثر من كونها فاشلة هو تجربة فاشلة هذا خطأ هل قيمت الوزارة هذه التجربة أنتم لماذا أنتم أهل الإعلام لماذا لم تسألوا سؤالا مهما جدا لماذا لم يتعاطى مع الموسم الحج والعمرة ومع المواسم السياسية والانتخابية ومع المواسم الاقتصادية والتعليمية لماذا لم تعامل هذه المؤسسات في العهد البائد المعاملة الإعلامية الموضوعية لأول مرة في تاريخ تونس يتحدثون عن الحج بعد الثورة حديثا موضوعيا وشفافا ونزيها وهذا لماذا سوف يصدم نعم لأنه لو كان الشعب التونسي يسمع قبل الثورة عن موسم الحج مواسم الحج ومواسم العمرة في السنوات والعقود الماضية لعلم أن هناك فرقا شاسعا بين الموسم الماضي وبين المواسم السابق المشكلة في المواسم السابق ليس هناك حديث إعلامي كله نتائج مئة في المئة وعاد الحجاج إلى بيوتهم سالمين والحمد لله وقبل حتى أن يحجوا فالحج طيب وصحيح والحجاج في أمن وصحة لماذا بسبب تكميم الأفواه وبسبب منع الإعلام التعتيم الإعلامي التعتيم الإعلامي لم يشمل فقط الحج والعمرة ولم يشمل المساجد فقط وإنما شمل كل مجالات الحياة في تونس نحن اليوم نحن اليوم عفوا سيد وزير عفوا على المقاطعة نحن اليوم بعد تجربة الحج وبعد أن وقع التداول فيها إعلاميا هنا سؤالي هل قامت وزارة الشؤون الدينية بتقييم هذه التجربة نعم وزارة الشؤون الدينية قامت بتقويم للموسم الماضي وهذا التقويم يتسم بعدة أمور الأمر الأول أنه تقويم موسع ومكثف حيث وزع على عدد كبير من المرافقين الذين رافقوا الحجيج ومن المرشدين ومن المؤسسات وكذلك البعثة الصحية والبعثة الإعلامية وعديد الأطراف اللي عندهم علاقة بالحج وتلقينا مئات التقارير والتعليقات إزاء الموسم الماضي وشخصناها وقسمناها منها ما هو إيجابي منها ما هو سلبي منها ما هو اقتراح لإلغاءه منها ما هو اقتراح لتطويره أو دعمه وهذا التقرير أصدرناه في نشرية الوزارة في الخبر الإسلامي وهو متاح وموجود وأعلننا عنه كذلك في عدة وسائل الإعلام وقلنا خلاصة القول في هذا التقويم أو هذا التقرير أن الموسم الماضي به محاسن وإيجابيات كثيرة ونقاط قوة ليس مجال ذكر الآن وإذا حبيت نذكرها نذكرها وفيه أيضا بعض الإخلالات والنقاص لأسباب ذاتية وموضوعية وفيه بعض النقاط الأخرى التي تحتاج مزيد من التطوير والتحديث وهو كأي مشهد من مشاهد تونس من مشاهد الدولة له ما لهو عليه ما عليه ونحن قد عملنا كذلك في الحج الماضي عملنا على أساس ليس هناك تنظيم للحج ليس هناك مؤسسات قائمة ليس هناك تقاليد في هذا ثم لكم أن تسألوا وقد سألتم وقد جاءت إفادات كثيرة من الحجاج ومن الذين ذهبوا والأراءة موجودة وهذا معروف لكن الحاج اليوم اللي مش مش الحج باعتبار ما سميعه يقول لك إن شاء الله ما يتعودش اللي صار عم ناول وبعض الحجاج يقولوا إن شاء الله يتعود اللي تعمل عم ناول بحسب الإيجابي وبحسب السلبي نحن نتحدث عن موسم هذا الموسم قلنا أصدرنا فيه تقريرا واضح نرى من أجل السن القادم هذا لماذا سنتحدث عن الحج القادم نحن نتحدث عن موسم قلنا بأن الموسم تم على أسس تنظيمية وتوعوية وقانونية لأول مرة اسمحني في التفصيل لأول مرة حصة الحجيج الجنسيين توزع بالعدالة والمساواة لأول مرة كان في الماضي الحصة جزء منها لا يوزع على المعتمديات وهذا أدركه الحجيج في المعتمديات فبحيث قبل كانت المعتمدية مثلا فيها عشر حجيج الآن أصبحت فيها 13 و14 وهذا أحسه الحجيج التوزيع العادل للحصة هذا من أكبر الإيجابيات والمحاسن التي تحسب للوزار الثنين أن الحج حتى موضوع المرشدين والمرافقين تم على أساس مقاييس وعلى أساس إعلان صدر للشعب التونسي في وسائل الإعلام وجاءت مئات أو حوالي أكثر من ألفين طلب تشكلت لجنة لأخذ المرافقين بناء على مقاييس معينة وأن بعض المرافقين لم يخفوا لم يخفوا تذمرهم مما تعرضوا له أثناء فترة الحج نظرا لنوع من عدم التنظيم في المجال الذي يخصوا به نحن يا أستاذ زهير نحن في مشهد بدأنا فيه من السفر أو من أقل من السفر متى كان المرافقون في العقود الماضية يأخذون على أساس مقاييس ولجنة تنظر في الملفات وإعلان للجراءة متى كان هذا متى كان المرافقون في السابق يقومون بتقويم متى كان المرافقون أو المرشدون أو البعثة الإدارية متى كانت هذه البعثة تراجع نفسها في العقود الماضية نحن الآن بدأنا بدأنا بداية بدأناها من السفر أو أقل من السفر ليس لدينا حتى تنظيم قانوني للمرافقين أو للبعثة الإدارية أو ما شابه لنا مجرد أعراف وتقاليد نعمل على تحسينها العام الماضي حسننا ما أمكن كنا اخترنا المرافقين على مقاييس معينة طبعا سنخطئ في الاختيار لا شك سيرضى البعض ويغضب البعض الآخر أنت إذا كان يتقدموا لك ثلاث ألاف وباشتخذ منهم مئات طبعا منهم من يرضى منهم من لا يرضى وقد في الاختبار وفي المناظرات وفي المقاييس قد تختاروا ناسا ربما يكون اختيارهم خلاف للذين لم يختاروا هذا معروف في قانون الاختيار والترشيح لأنه أعمال بشرية ومقاييس موضوعة وتجربة في بدايتها لماذا لا يوجد نوع من الانسجام والتماسك داخل كواليس الوزارة بأي معنى؟ بالمعنى الذي نجد أن مثلا من بعض الانتقادات الموجهة إلى الوزارة هو انتقاد يخص تعيين سلك حساس ألا وهو سلك الوعاث هنا واعظ يدرس ثلاثة سنوات في الشريعة ثم يخرج في خطة واعظ ديني شنو التكوين اللي تلقاه؟ شنو المؤهلات اللي عنده؟ سؤالك أستاذ زهير فعلا يؤكد ما قلت في بداية حديثي وأن هذه الوزارة إذا أرادت أن تصلح نفسها وأن تحقق نشاطها ورسالتها لابد لها من أن تقوم على مصالح وإدارات وتنظيم هيكلي وأيضا أن تقوم على القائمين على الشأن الديني الخطباء والأيمة الخمس والوعاف نحن مثل ما قلت لك الوعاف حرموا أكثر من 20 سنة حرموا من ماذا؟ حرموا من الوعاف والإرشاد وحرموا أيضا من الدوارات التدريبية والتكوينية وحرموا كذلك من أن يأخذوا دوارات في المنطسل والإدارة ولأول مرة في تاريخ الوزارة تنظم دورة في التسيير الإداري الحديث بدأنا بدفعتين وثلاثة واربعة إلى آخره هؤلاء الوعاف الذين سيتأهلون إلى إدارات جهوية وإلى إدارات وإلى مصالح وعمل إداري لم يتلقوا هذا وحرموا من هذا وكانت المدرسة الوطنية محرمة على كل أعضاء وموظف وزار الشهوديني لأول مرة المدرسة الوطنية الإدارة تستقبل هؤلاء ثم الأستاذ لما يتخرج بعد ثلاثة سنوات كما تفضلت لابد أن يخضع إلى دورات تكملية ودورات علمية ودورات تدريبية مثل الممرضين بتباية الحال خاصة فينو سلك حساس هذا من يسأل من يتحمل مسؤولية هذا يتحمل مسؤولية هذا الدولة السابقة والنظام السابق عندما حرم الشعب التونسي من أن يجعل هؤلاء الوعاظ يأخذون دورهم التربوي والعلمي دورهم في تصحيح المفاهيم وفي الوعاظ والإرشاد وفي نشر الخطاب الإسلامي لكن في الوضع الحالي نعم في الوضع الحالي كان بالإمكان أن تضع مقاييس سأقولك ماذا نفعل نحن أول شيء فعلناه في هذه الفترة هو إحداث الإدارات الجهوية في الولايات الأبع وعشرين في الجمهورية التونسية تم هذا الإعلان عنه في الرائد الرسمي أخيرا وطبعا هذا سبق بجهود جاءت قبل أن أتولى الوزارة من إخوة فوظلاف الوزارة هم الذين أسسوا المقدمات والأساسيات للمشروع هذا معاش تبعين الولاية معاش تبعين الولاية نعم شكون مستقلية واللي أول مرة ينفصلون عن الولاية وينفصلون عن المعتمدية معاش تبعين الوزارة الداخلية معاش تبعين الوزارة الداخلية وأنا ما يتبعون وزهارة الشؤون الدينية أسينوردين كنت أحد مدرسي الجامعة الزيتونية نعم ومشرف على قسم الدكتورة في هذه الجامعة وكغيرك من المدرسين وعامة الناس عندما تسمع مثل هذه الشعارات التي تترفع تونس تونس حرة حرة والإسلام على برها عندما تشاهد الترويج للكحول في شاشة التينيفيزيون كيف وصلنا إلى هذا الوضع في مثل هذا الحال الذي نعيشه كيف يمكن أن لا تكون وزارة الشؤون الدينية فاعلة في وضعية أصبحت تبحث على استفزاز المواطن البسيط أكثر منه أي شيء آخر نعم أقول لك بالنسبة إلى ما ذكرت من شعارات تستفز الشعور الإسلامي والهوية الإسلامية وتستفز المسلمين وتستفز التونسيين باعتبارهم شعبا مسلما كل هذا لا يجوز وهو مرفوض رفضا قاطعا وليس هذا يمت للحرية بأي تصيلة وهذا لا يعبر عن الشعب التونسي ولا على مصار الثورة الإسلام في هذه البلاد دين ثابت هو استمر أربعة عشر قارن ويستمر إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى والدستور ينص على الإسلام التاريخ ينص على الإسلام الواقع ينص على الإسلام خلاف هذا من الاستفزازات والتحريض على العنف ودعوة إلى الفرقة وإلى الفتنة كل هذا مرفوض رفضا قاطعا يمتلي في المسجد تصير حاجة يتوجه للسيد نوردين الخادمي بخطاب شديد اللهجة لكن اليوم عندما تسمع هذه الشعارات ما الذي قامت به وزارة الشؤون الدينية من أجل أن ترد عليها طيب بقاء المسئولية على من؟ مسئولية الحفاظ على الدين والحفاظ على هوية الشعب التونسي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية مسئولية من؟ أقول لك هنا هي مسئولية مشتركة الوزارة لها جزء كبير أو الجزء الأكبر فيما يتعلق بالناحية الدينية لكن غير الوزارة لهم أيضا مسئولية المجلس التأسيسي له جزء من المسئولية في أن يصوغ دستورا يحافظ على دين الدولة ودين الشعب التونسي وهو ماضا في ذلك من خلال وثيقة الدستور السياسيون المجتمع المدني المثقفون مؤسسات الدولة طلبة العلم كل المواطنين لهم مسئولية في حفظ الدين والهوية وفي حفظ السلم والوحدة وفي تحقيق مدنية الدولة وفي تحقيق أهداف الثورة يتفاوتون في المسئوليات وفي الاختصاصات وفي الأدوار لكنهم يشتركون في المسئولية من حيث مبدأها وإجمالها كاميرا قناة القلم تجولت وسألت بعض الناس حول ما يرونه بالنسبة إلى وضعية المساجد في تونس ننصد إلى هؤلاء ثم نواصل الحوال شيخ كيفاش تشوف وضعية المساجد وشهر رمضان على الأبواب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين برك الله فيك على سؤالك بالطبع ككل سنة يشهد العالم الإسلامي وبالطبع تونس استنفار في المساجد لاستقبال شهر الأنوار الشهر رمضان المعظم جعله الله مباركا علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعا هذا الشعر ذي الذي رب سبحانه وتعالى خصه بعبادة عظيمة ألا وهي عبادة الصيام يتشوق له أو تتشوق له قلوب جميع المسلمين ويتهيئون له للتزود منه من الأجر والثواب وكذلك من القيم الإسلامية كما فهم الصبر والتكافل والتراحم والتآخي بين المسلمين فبالطبع التحضيرات تبدأ في المساجد قبل هذا الشهر المبارك سواء بتنظيفها سواء بإنارتها كذلك بتنظيم الدروس الليلية في كل ليلة من ليالي شهر رمضان بالتنسيق مع بعض الجمعيات وكذلك منهم جمعيات خطابة والعلم الشرعية بسفاقص وكذلك مع الإخوة الأئمة والخطباء والمساجد يتبرك الله مثلا لعنبي ديما ملينا فهمني الحمد لله بالعالمين والجوامع بإذن الله سبحانه وتعالى تكون عامرة إحنا بذبنا تكون عامرة في طول العامة لا يسألش لعله وعسان نحصلوا عشر خمسة شنو واحد بعد رمضان يصيروا جيوا للجوامع أما باي تتعمر الجوامع بصلاة الترويح وبالدروس الدعاة والمشايخ يدوروا من جامع الجامع يوعظوا يفهموا لعباد دينهم والحمد لله رب العالمين كل عادة إن شاء الله تكون خير من العادة بإذن الله سبحانه وتعالى في نقطة حاضرة حسب بخر تصريح نقريته من المدير ديوان سيد وزير يقول لا أكثر من 200 مسجد بزيرهم هم مشلحة السيطرة لحد نجم قلت ما نجاوزنا الفترة هذه الانفيلات هذه الوقاعة الانفيلات المسجدي هذا الشهر المبارك نستقبله على الخير وبالخير نستقبله بالنية الصالحة والقصد الحسن وبالإرادة القوية حتى يكون محطة قوية متينة في تجديد ثقة بالله سبحانه وتعالى وفي مزيد التواصل بين الناس وفي اغتنامه في العمل والإنتاج والأمن والأمان والطمأنينة والسكينة فهنيئا لكم أيها المسلمون هنيئا لكم أيها المواطنون بهذا الشهر الكريم شوية معناها إيمان وشوية معناها يزيد يعرف شوية الشرعة ويزيد يعرف الشريعة ويزيد يعرف القوانين اللي متاع الأخلاق والقوانين متاع سلوكنا في بعضنا وفاش نحب بعضنا هذه هي الدور الكبيرة أنا حاسب رأي معناها المساجد وفي شهر رمضان بالأخص وفي شهر رمضان وفي غير شهر رمضان المساجد تحتاج إلى خطباء وإلى كثرة توعية للمصلين وإن شاء الله الأيام بمجهوداتهم إن شاء الله يبلغوا المعلومة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والله المساجد فيها نوعين ثم نوع بي ومريق الأمور ومريق لا ثم نوع دخل فيها كجماعة للأخرين كجماعة المتشددين والله المساجد للعبادة وإحنا قال لغالب قاعدين نشوفوا في حاجات من علشان الواحد يدخل المسجد بشي لسالة جمعة وفي سالة الجمعة يمشي أنا ما يعمل على راقه حتى هي العمل العبادة معنا قاعدين نشوفوا في الناس نهر كل في المسجد توحات الرسول على سبيل السلام نبهنا بالعمل وأنهج يقعد ينهر كل في المسجد بصلي عني بي خير من قبل العبادة حتى والشباب امتاعنا لأكثرية معنا بنسبة كثيرة حتى من 50% يمارس في الصلاوات ومتاعوا معنا في الجامعة فهمتني وبون صحيح هو في رمضان ثم أبرش عبادة تختار الشرعي ذي يكونوا تحبتها بش يمشي يقولوا سيامهم وكذا ما هي هكا يقولوا العبادة فهمتني بش كونوا يقولوا كنا نصوم في رمضان يجبني نصلي يخرج رمضان يولي معي نصلي لكن بنسبة قليلة لكن تونار أنا في الجواء مع بريسك وكل في كل الصلاوات بريسك حتى العبادة وكل موجودة في فصل الجامعة سينوردين مما يعاب على الوزارة أنها لا تحكم بعد سيطرتها على المساجد في تونس التي يزيد عددها عن خمسة ألاف ماذا تقولوا في هذا الإطار؟ أولا نحن عندما 2011 كانت المساجد المنفلتة أربعلاف تقريب أو بين ثلاثة ألاف وأربعلاف في الآلاف يعني 2012 وجدنا حوالي ألف مياء مسجدا وجامعا قد شهدت الإنفليات والإثرها 2012 كل سنة عملنا على تسويت الوضعيات فالحمد لله الآن عندنا حوالي مئة من المساجد والجوامع التي فيها بعض الإنفليات ولم تخضع بعد إلى إشراف المزارة سواء من ناحية تكليف الأيمة أو من ناحية السيارة الطبيعي أو من ناحية أخرى أما خلاف هذا من المبالغات في الزيادة والتضخيم الأمر وأنه 60% أو 40% من المساجد مفلتة هذا أمر غير صحيح وهو خبر زائف وخبر كاذب ونحن ندرك الآن أنه فيه بعض الخلفيات التي تريد أن تغذي الشعب التونسي بمزيد من الاحتقان وبما يعرف بإجهاض الثورة ضمن أجندة معينة تستهدف ماذا؟ تستهدف الدولة كلها المجتمع كله من المساجد من المؤسسات الصحية والاقتصادية والتربوية الشارع الساحات العامة ما يقال في هذا هو لا علاقة له بالواقع وقلنا بأن المساجد الآن حوالي 100 تزيد وتنقص بحسب تغير المشهد وهو عندكم هنا في سفاقس أكثر من 400 مسجداً وجامعاً مستقرة بحمد الله وعدد المساجد اللي فيها اضطراب أو فيها بعض المشاكل عددها قليل جداً 10 أو 20 وهذه إحصائية معروفة وكل الإخوة السفاقسية يعرفوها والمشهد العام في المساجد تقص على ذلك كل الولايات الأخرى بحيث الآن في كل الولايات أغلب مساجد مستقرة تقام فيها الصلوات الدروس وبعض المساجد فيها مواقف وفيها انفلتات هنا وهناك صحيح مساجد أغلبها مستقرة لكن في أغلب المساجد المستقرة لا يمكن أن تنفي وجود ضرب من التسييس في الخطابات التي قيل عنها وأنقلوا هنا ما قيل الجوامع التونسية سويست وتحولت إلى منابر لخدمة الأحزاب وليس للتوعية والإرشاد وأصبح عدد من الأيمة من أعوان البلاط يخدمون مصالح أهل السياسة متناسين دورهم في المرحلة الانتقالية التي نعيشها اليوم هذا أجبنا عنه مرارا وتكرارا وقلنا بأن المساجد هي للعبادة واضح لكن للواقع هذا الواقع للعبادة وللعلم الشرعي وللتربية ولي جعل المساجد منارات للهداء ومؤسسات تربوية تعزز معناها الوحدة وتبني الشخصية التونسية المتدينة المتحضرة الفاعلة في المجتمع هذا من حيث المبدأ قلناه وقلنا أيضا لا يجوز بأي حال من أحوال أن تتحزب الأعمال المسجدية المساجد لا ينبغي أن تكون للدعاية الحزبية هذا ما دعوتم إليه دعونا إليه لكن في الواقع دعونا إليه وأكدناه وأيضا نحن نعمل نعمل على إرسائه وترسيخها من خلال قراءة وهي أنه في تكليفنا الأيام مثلا نحن لا نلتفت إلى الإمام الذي سنكلفه بخطات الجمعة لا نلتفت إلى خلفيته المذهبية أو الحزبية أو السياسية فقط نعتمد المقياس المتعلق بالشرط العلمي أن تكون عنده شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو عنده حد أدنى من العلم الشرعي أن يكون عنده قدرة على الخطابة تكون عنده مقبولية شعبية معروفة بحسن الأخلاق وبحسن التواصل مع الناس وأن لا يكون متورطا في فساد أو في استبداد أو في غير ذلك ديما يبقى هاجس مطروح في علاقة بما طرحته الآن لكن في علاقة أيضا بما أصبحنا نراه اليوم من تعددية مذهبية بعبارة أخرى أن المسجد الذي أو الجامعة الذي من المفترض أن يجمع أصبحنا نجد نوع من التفقى الأصل أن الجامع سمي جامعا لأنه يجمع نعم والإمام هو أول شخص في المسجد يسعى إلى تحقيق هذا الجامع وبلادنا والحمد لله سبحانه وتعالى بلاد موحدة في مذهبها موحدة في عقيدتها موحدة في ترابها موحدة في نظامها وغير ذلك فنحن نأمل أن يستمر هذا التوحد أن يستمر هذا المشهد البديع في هذه الدولة في هذا الجزء من الوطن العربي ووطن الإسلامي في هذه الرقعة الإنسانية أن يتواصل هذا المشهد بهذا الشكل نحن نأمل ذلك وندرع وعكس ما تقولون عكس ما يحدث ما يحدث فما مد وهابي اليوم موجود في تونس ما يحدث ما يحدث من خلاف هذا المشهد من آراء فقهية جزئية أو من آراء إسلامية في جانب الأصول وكبريات الفكر الإسلامي أو في مجالات أخرى فكرية حضرية عامة ما يحدث هو جزء مما يحدث في البلاد بعد الثورة ما صار الثورة ما صار من التحرك والتنقل والتجاذب والحراك والتدافع والانفعال والاحتكاك إلى آخره هذا المشهد ليس فقط في الجانب الفكري الإسلامي هو في الجانب السياسي الحزبي هو في الجانب القانون الدستوري في الجانب المدني الاجتماعي النفسي إلى آخره هذا كله جزء من مشوار ومصار طويل هو الآن بيصدد الاستقرار المعرفي والاستقرار الاجتماعي والمنهجي بناء على ماذا؟ بناء على مجهودنا جميعا سياسيين وقانونيين وعلماء وأيمة ومربين وعامة ناس ومؤسسات مختلفة نسعى لصياغة هذا المشهد حتى يصدق على وضع طبيعي ومن هذا الوضع الطبيعي أن تستمر وحدة تونس الوحدة المذهبية الإسلامية المعتبرة لكن الواقع ينفي الواقع قلت لك توصيفا لهذا الوضعية توصيف لهذا الواقع هذا الواقع ونصفه بهذا لأن هذا تفسيره هو ما قالت إليه الثورة تحدثت منذ قليل أنا عن المد الوهابي في تونس لا يمكن أن ننكر هذا المد الذي هو بصدد الاتساع تدريجيا وهو الذي أصبح يشكل خشية الكثير من الأطراف سواء كان هؤلاء الذين يهتمون بالشأن الديني أو غير المهتمين بالشأن الديني هو سؤالك ذو شعب كثير أولا دخول العلماء والدعاة والسياسيين من الخارج ليس مسؤولية وزارة شأن الديني وأن ما هي مسؤولية جهات أخرى لها الحق في أن تسند التأشيرة وأن تسبح لهؤلاء بالدخول والقروش هذا أولا ثانيا الدعاة والعلماء والمفكرون والحقوقيون والسياسيون يدخلون بدعوات خاصة من الجمعيات المدنية ووزارة الشأن الديني لا علاقة لها بالجمعيات المدنية ولا تتدخل في اختصاصاتها الجمعية إطلاقا ووزارة الشأن الديني إذا دعت علماء إنما تدعوهم وفق شيء معلن عنه في إطار ندوة علمية وفي الأخير قمنا بندوة تفعيل المقاصد الشريعة في البجال السياسي ودعونا نخبة من العلماء المسلمين والمفكرين من الشرق ومن الغرب وأسهموا بمداخلات نوعية حققت شيئا مهما في جانب المعرفة والفكر الإسلامي وخاصة في جمع المقاصد وزارة الشأن الديني إذا أرسلت أناسا فقد أرسلت قراء وحفظ لكتاب الله أرسلتهم إلى أوروبا العام الماضي وسترسل هذا العام أيضا عددا أكبر وترسل أيضا أساتذة في قراءات القرآن يحكمون الجوائز بناء على الطلبات التي تريدون من وزارات الشهور الإسلامية من الخارج وترسل كذلك طلبة ليخضعوا لمسابقات قرآنية هي جرت بها العادة في كل بلاد الإسلامية مثل ما نحن عنا مسابقات في تونس نستدعي فيها الطلبة من الخارج والمحكمين أيضا الدول الإسلامية عندها مسابقات منذ سنوات أما أننا أرسلنا دعاة أو طلبة أو أناسا ليتلقوا دورات تدريبية وتكوينية قل هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين أما مجرد الأحاديث من هنا والنقل هناك هذا أمر ليس علميا وليس صحيحا والله سبحانه وتعالى يقول لا تخفو ما ليس لك بعلم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة وبالنسبة إلى تعاملنا نحن الدولة التونسية بعد الثورة مع العالم لابد أن نفهم شيئا واضحا هو أن تونس بعد الثورة فتحت أبوابها على العالم ومن هنا فإن كثيرا من الناس يأتون إلى تونس يأتون لماذا يأتون إما ليتعرفوا على الثورة أو لينتفعوا بتقصها وصحتها وعلاجها وغذائها أو ليزوروا أقاربهم أو ليسهموا في أنشطة مدنية أو ليعملوا أعمال استثمارية فتونس مفتوحة وأيضا تونس يخرج منها أهلها وعلماؤها ومفكرها إلى العالم الشرط في التنقل الداخل والخارجي والدخول الخروج هو التحكم أو هو عراف دولية هو اتباع الأعراف الدولية وأداب الضيافة نحن قلنا بأن تونس مفتوحة لكل من يرغب في زيارتها وهو ضيف مرحب به طالما طالما أنه التزم بأعراف الدولة والعالم وأداب الضيافة لم يثر هذا الشعب على فتنة لم يمس هذا الشعب في عقيدته أو في خصوصيته إذا جاء مفكرا في إطار الحوار في إطار تبادل الرأي الإسهام العلمي شنو اللي يخوف الناس مما يروج اليوم حول المادة الوهابة شنو اللي يخذهم يخشي نعم من أسباب الخشية التضخيم التضخيم من أسباب الخشية الاتهام والاتهام نتبادل وعدم إخضاع الجمع كله إلى الحوار وإلى منطقة التعرف وأنا قلت بصراحة كل فكر إسلامي أو غير إسلامي هو يؤخذ منه ويرد ولا يخشى على الناس من ناحية الفكر ومن ناحية المعرفة ومن ناحية الحوار الذي يخشى منه هو العنف هو الشحناء والبغضاء هو التحريض على العنف وعلى الاعتداد هذا الذي يخشى منه أما الحوار والفكر والعلم فلا يخشى منه الآن القنوات الفضائية مفتوحة في العالم وبوسع كل إنسان أن يسمع أي شخص وأن يقول أي شيء لكن ثم فرق بين أنه يكون هذا موجود في الواقع نعم لكن أقول لك بالنسبة نحن عندما قلنا الدعاة الذين جاءوا إلى تونس يعني جاءوا ودخلوا إلى تونس الوزارة لا علاقة له بهذا مثل ما قلتك من ناحية التنظيمية ومن ناحية التأشير وكذا ولا علاقة له بالجمعيات وأوسط كل الناس بأن يلتزموا الوحدة الوطنية أن لا يضخموا الأمور والذين يدخلون تونس هم يعرفون ولابد أن يشعروا بأن هذا الشعب شعب مسلم وهم ليسوا بالضرورة ينكرون إسلام هذا الشعب هذا الإسلام أصيل في هذا الشعب والحضارة أصيلة في هذا الشعب والشعب التونسي يأخذ الفكر والمعرفة في إطار التبادل المعرفة بين الناس الشعب التونسي جاتي لا خوف على العقيدة الأشعرية في تونس لا خوف على المذهب المالكي في تونس مهما كانت هذه الظواهر التي هي بصدد الاتساع والانتشار التدريجيا في منعيشه ما قلت لك طالما أننا نحن في دائرة الفكر والعمل المدني والحوار والحجة تواجه الحجة وطالما أن هذا الشعب عبر أربعة عشر قرنا متمسك بعقيدته ومذهبه وانسجامه فلا يخشى عليه متى يخشى على هذا الشعب؟ عندما يتخلى هذا الشعب عن دوره وعن أصالته ويبتعد عن ما يتعلق بحقوقه عنده يخشى لكن الشعب والشعب الذي أخذ الثورة التونسية بعد ظلم عظيم والشعب الذي بقي محافظة على دينه وعلى حريته لكن وقع تصحير فهو شعب جدير سيد مردين وقع تصحير الوعي الديني وهنا وزارة الشؤون الدينية ماذا فعلت بالنسبة لإطارة المساجد وأيمة المنابر من أجل أن تقوم بالدور الذي تتحدثون عنه الآن التصحير حتى يكون الحوار متوازنا ومتكافئا بين الجميع وحتى نتفادى مثل هذا المد الذي من شأنه أن يؤثر بسرعة على من لا يمتلك الأدوات والوسائل قبل أن تجيبني سنوردي قبل أن تجيبني سوف نستمع إلى سؤال طرحناه على الناس يتصل بما يرونه من دور يمكن أن يقوم به المسجد في إطار تطوير الوعي الديني للمواطن التونسي شنو تحتاج المساجد الآن في تونس باش تسام في تطوير الوعي الديني للمواطن والله المساجد يعني كهيكلة وكتأثيث لابد من رعايتها وصيانتها وهذا بالطبع الأمر موكول أولاً وبالذات إلى أهالي المسجد والقائمين على شؤون المسجد من الإمام الخطيب إمام الخمس والمنظف والنقيب والمؤذن وكذلك إلى رواده وبالطبع أهل الخير وأهل البر والصلاح المساجد تحتاج إلى إدارة إشراف تكون على المستوى الجهوي تنسق بين جمعية الخطابة والعلوم الشرعية باسفاقسة التي تضم أغلبية الأيمة كذلك جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة تلك الجمعية الأم التي اختفت أقوله اختفت في أداء دورها والناس الكل تعودوا بالجمعية المحافظة القرآن الكريمة التي كانت تقدم في خدمات جليلة لهذا الدين والناس الكل لها ثقة كبيرة في هذه الجمعية لكن أسف تغيبت هذه الجمعية منذ ثلاثة سنين وتركت المجال لغير العلماء ولغير الرشدين ولغير العقلة ليصولوا ويجولوا في المساجد وهذا ما سبب نفور داخل المساجد المساجد تحتاج إلى خطباء وإلى كثرة توعية للمصلين وإن شاء الله الأيمة بمجهوداتهم يبلغوا المعلومة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويعني الأيمة هم اللي يحملوا المسؤولية لتبليغي ما في هذا الدين من أوامر ومن نواهي وإن شاء الله يكونوا يتحملوا هذه المسؤولية اللي تستحق وتوهونه بكل حقيقة إعادة نظر في التركيبة ولهيكلة المساجد ببتداء من هرممتح ببتداء من الإمام إلى حافظ الآثاثة وما يصمع من الله في المسجد يجب أن يكونوا أقبل كل شيء معنا على أساس معناها موش على أساس انتماء أو كذا أو دين أو حزب أو حيث السياسي على الكفاءة من كل شيء ويعطي فرصة للشباب تولي قادية منها متعلمين هذا من اللي عندهم معناها كباسيتي كبيرة ولا عندهم أبتتود كبيرة منها في الحواجرية الدينية كذا هم اللي يقوموا معناها يشرفوا على المساجد نحن ثورة شباب على الأقل موش يثور شباب على الأقل يتمتع بيها الشباب وعنا إن شاء الله متأكد يثم شباب معنا ما شاء الله معنا متمكن من الدين ومتمكن من الإسلام ومن الفقه ومن كل ما يمت إلى الدين الإسلامي بيصير تحتاج ثقافة تحتاج وعي وعي بالمجتمع وعي بالوظاية السيدة وانت في تونس أما إحنا الكهول مقصرين شوية مع أولادنا نظمين أن نوصلوا للسورة السمحة متع الإسلام إذا كان كل واحد من الموقعهم من الأسرهم يوصل لمساجه ذي بقلت ربي ربس يكون عندنا إسلام معتدل في تونس كل معلمة فهمت لي هذا الإمام الجمع يكون عنده وعي يعني يوعي للعباد هو دوره معناه رئيسي مهم يعني يعطي النصايح للعباد يعني كما نقول الأستاذ المعلم ينصح تلمثته يرشدهم يقول لهم يعني هفمتشي مش بشياتهم حوية جخرة يقولوا مغلوطة ولا حوية جخرة يعني إحنا بطبيعتنا مسلمين منيش معنيها كفار ملأ تحتاج أول ما تحتاج التقوى الله سبحانه وتعالى وحب الله سبحانه وتعالى والعمل الدائم بكلنا بجميع طياف المسلمين الوحدة والرجوع إلى كلام الله والصولة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإسلام يجمعنا ولا يفرقنا إحنا إلهنا واحد ورسولنا واحد وقرآننا واحد وقبلتنا واحدة وقرآننا واحد وإمامنا اللي صلي بنا واحد بيزمنش نختلفه بيزمن نتوحده سينور الدين في علاقة بما يمكن أن تسهم به المساجد في تطوير وعي المواطن التونسي فماشي خطة الترشيد الخطاب المسجدي المساجد لابد أن تقوم بهذا الدور وانتم ذكرتم في سؤالكم أن الشعب التونسي تعرض إلى التصحر لخمسة عقود أو أكثر ولذلك فإن الإصلاح وإجاد هذا الخطاب الجديد وهذا التوجيه الجديد يحتاج إلى سنوات ويحتاج إلى برامج وإلى دورات تكوينية وتدريبية وإلى تخريج الأساذة وبناء معهد الأيمة وغير ذلك ولكن الآن في هذا الوضع الاستثنائي نحن نقوم ببعض الجهود المهمة والتي أثمرت في إعطاء يعني خطاب ديني موسط في معتد الجهود هذه أنه أولا قمنا بدورات إقليمية للإطارات الدينية ودورات تكوينية دورات تكوينية لعدد من الأيمة الخطباء في المعهد الأعلى للشريعة تابع للوزارة الشؤون الدينية في بعض المقرارات والدراسيات مثل العقيدة مثل الحديث النبوي وأيضا دورة في فن التواصل والخطاب وفن يعني الإعلام وأيضا دورة في الخطاب الديني المعاصر في معالج بعض القضايا الجدلية الاجتماعية الحضارية وعندنا كذلك من خلال يعني ما نقوم به من ندوات علمية وعندنا في الوزارة منتدى تونس الوسطية يقوم بندوات علمية وإيام دراسية هذا غير رسمي هذا غير رسمي مع الأيامة ومع الإطارات مع الأيامة نعم لكن هنا أتحدث عن جانب الرسمي ما معناها الجانب الرسمي معناها هنا أنت كي مش تكلف إمام مش تراقبه مش تحاول أنك توجهه مش ترشد الخطاب متاعه إلى غير ذلك وهنا إذا كان حضروا مئة إمام في ندوة مش ممكن أنه الأيامة الكل يحضروا في نفس الندوة على أساس أنه الأمر اختياري لكن بالنسبة لكم أنتم هو مش ندوة فقط نعم هل هذه الدورات دورات رسمية رسمية تدوم شهرين ثلاثة ويشرف عليها أساذة ومحاضرون وتخضع للحب تحذير والغياب وفيها اختتام وفيها مقررات جامعية والدورات هذه فيها أساذة جامعين وفيها وعاف يدرسوا ويقدموا مطالب الإمام بيش يحضر فيها نعم يدعى الإمام ليس كل الأيامة لأننا عدد كبير من الأيامة لكن عددك معين من الأيامة أحيانا بحسب الولايات أحيانا بحسب المناسبات المهم أخيرا عندنا دورة في معهد الشريعة في تونس وحضرها أئمة إقليم تونس خليني من تونس يا نوردين نعم ادخلي للجنوب ادخلي للعمق التونسي ادخلي للقبلي وقابس ومثنين وتطوين ودفسة وسيدي وزيد وتالى شنو اللي عملناها في المناطق هذه نحن في مثل ما قلت لك وأعود للحديث عن إمكانيات الوزارة الوزارة ليس لها تفقدية بالإمكانيات اللي عندك بالإمكانيات اللي عندنا نحن نؤمن نؤمن ندوات علمية ملتقيات دورات بحسب الأوضاع مرة في الجنوب مرة في الشمال من خلال إصدارات الوزارة من خلال أيضا أحيانا زيارات للولايات يقوموا بها بعض الإخوة من الوزارة في إطار اجتماع اللي مناقشت قضايا إما إدارية أو قضايا علمية هذه أشكال معينة نحن نعتقد أنها ليست الأشكال التي ستؤدي الرسالة المطلوبة لأنه أنك مش تأمن دورات تدريبية لكل الأيمة حوالي يعني خمس ألاف جامع كل جامع فيها خطباء وفي أيامة خمس أن تؤمن هذا لابد عندك من علماء وعندك من مقرات وعندك وضع مستقر وعندك انتظامية في الحضور وغير ذلك هذا المأمول نحن ديما نتحدث على واقع موجود واقع نحن اليوم مثل ما نحن نهلم كلنا أن نتحدث الآن في وضع استثنائي أن نتحدث عن مشاريع حضارية استراتيجية لدولة مستقرة ومؤسسات قائمة وإمكانيات موجودة راهوا العدل في القول وفي الحكم يقتضي ماذا أن نراحي الوضع الآن أنا أقول لك الآن عنا آلاف الوضعيات لم تسوى بالنسبة إلى الإطارات الدينية عنا عشرات المساج تحتاج تسوية عن الحج والعمرة اللي هو فيه مشاكل بالنسبة لنا كما قلنا الحج والعمرة وجدناه مشهدا لابد له من إصلاح كبير الحج والعمرة في تنظيمه هو مسند إلى جيهة وفي الإشراف مسند إلى الوزارة ولكي نحقق معناها التطبيق الصحيح والتأسيس الصحيح لهذا الحج لابد من إصلاح هيكلي وإصلاح إداري وإصلاح مالي باش مرابعتش عن المساجد نعم وزارة شؤون الدينية شنو اللي قامت به باش تحمل مساجد من الطائفية ومن التشيوعات الحزبية أولا من خلال اختيار الأيمة على أساس مثل ما قلت لك العلم الشرعي وعلى أساس وهذا هذي أسم أنت لما تختار إماما عندو شهادة جامعية ومقبولية شعبية وعندو خطاب يقنع الناس ويجمع الناس هذا بحذاته جزء من الإصلاح لأنك مسجد يصلوا فيه ألف ولا ألفين كيف تحط إمام يقدر يجمع هؤلاء ويعطيهم الفكر المطلوب والكلمة الطيبة ويبنيهم على أساس الإسهام في الوطن ومنع الفتنة والفرقة هذا جزء كبير مهم جدا عبارة أنت وضعت معلما أو قائدا لمجموعة سيقودها نحو المحافظة على وحدة البلاد على طمأنية الناس على الإسهام في بناء البلاد هذا أولا ثانيا وقع انتداب عدد من الوعاظ هذا العام انتدبنا أكثر من مئة واعظا وواعظة ممن تحصلوا على شهادة أستاذية من جباعة الزيتونة هنا أتحدث عن إطارات المسجدية مرة أخرى بالله اليوم داخل علينا شهر رمضان نقوم نسمع آذان الفجر في 3 أو 4 دراج بعد 4 أو 5 دراج يعود يذن الفجر من جديد ما راجى هذه الأيام موجودة تقريب 7 مساجد في سفاقس وموجودة في الشابة وموجودة في بنزر وموجودة في تونس ما يعرف بالآذان الكاذب والآذان الصادق ما كنش نسمعوا بيها المسألة هذه اليوم وولين نسمعوا بيها كنا نسمعوا آذان واحد اليوم وولين نسمعوا آذانين وبينتهم تقريبا 25 دقيقة أين الحقيقة؟ نحن أصدرنا بلاغا منذ الأيام الماضية يتعلق بموقف الوزارة من هذا الذي وقع في بعض المساجد ومن قبل بعض الأشخاص وقلنا بأن الالتزام بالمواقيت الفلكية المحددة في التقويم والرزنامات هذا الالتزام هو التزام شرعي والتزام ديني فالذي يصلي الفجر في الوقت المحدد في اليومية صلاته صحيحة والذي يمسك في الوقت المحدد في الرزنامة وقت الإمساك أو قبل ذلك فصيامه صحيح والذي يفطر عند غروب الشمس المحدد في الرزنامة صومه صحيح الرزنامة التي تصديرها الشؤون الديني الرزنامة تصديرها المؤسسات الفلكية عندنا في تونس المعهد الوطني للرصد الجوي هو الذي يقوم بإصدار الإمساكية وهي تتسمى إمساكية الإمساكية وموقيت الصلاة صلاة الفجر وصلاة الظهر وعصر المغرب هذا المعهد الوطني للرصد الجوي إنما يضع هذا التقويم وضعا صحيحا ودقيقا ومتطابقا مع الشريعة الإسلامية أنا أبشر الشعب وأطمئنه بأن هذه التقويم صحيحة والأمر ليس فقط في تونس الأمر معتمد في كل العالم الإسلامي المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء ومجموع الشخصيات الإسلامية عندك المجمع الفقهي المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المقرمة التابعة لربط العالم الإسلامي أصدر قراره المعروف 1406 بخصوص وقت الفجر والعشاء والمغرب وغيره وقال وأن وقت الفجر عندما تكون الشمس تحت الأفق بـ 18 درجة وهذا أمر علمي متفق عليه المجلس الأوروبي الإفتاء والبحوث هيئات إفتائية في العالم الفقهاء العلماء كلهم أقروا بصحة هذا وأن هذا صحيح وهذا متطابق مع الأحكام الإسلامية وهذا الوقت هو وقت الفجر الصادق الذي يدخل به الليل يدخل به النهار ويخرج منه الليل والذي فيه تصلى صلاة الفجر صلاة الصبح وقبله يقع الإمساك الإمساك عن المفترات الأكل والشرب والجماع والذي بعده تحرم النافلة إلى أخيره كل هذه الأحكام مربوطة بالفجر الصادق والفجر الصادق الذي جاء بيانه في الأحاديث الصحيحة وقته هو الوقت الذي حدد في هذه التقويم الفلكية لأن علم الفلك علم له قواعده وله أهله وقديم والآن تطور وعنده قواعده ودقته ونظامه ويتطابق والقرآن اعتناه بإشارات قرآنية في علم الفلك لتبتغوا فضل من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه وتفصيله وكل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارات إلى الفلك وطبعا تعاقبوا الليل ونهار والعلماء والعلماء والوصول وضعوا علما اسمه الأحكام مبحث الأحكام في وصول الفقه حول الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية الصلاة حكم تكليفي حكمها الوجوب وزوال الشمس عن كبد السماء وجوب صلاة الظهر غروب الشمس وجوب صلاة المغرب طلوع الفجر الصادق وجوب صلاة الفجر إلى أخير يأقموا الصلاة اللي يدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هنا بش نوضحه للناس مين جاتنا هذه الفجر الكاذب والفجر الصادق الفجر الكاذب والفجر الفجر الكاذب والصادق أيضا موجود كلاهما مذكور في الأحديث الصحيحة الفجر الكاذب هو يعني ومضة من الضو تظهر لحين ثم تختفي ويعود الظلام مرة أو يبقى الظلام مرة أخرى الفجر الصادق هي ظاهرة فلكية هي ظاهرة فلكية والفجر الكاذب ليست تتعلق به أحكام الفجر الكاذب لا علاقة له بالأحكام الشرعية وأيضا ليس موجودا في كل الأرض وفي كل الآفاق وإنما هو في مواضع معينة أما الفجر الصادق فهو ظاهرة فلكية هو نور وضياء يظهر ويأخذ في الانتشار في الأفق على المستوى العرضي إلى أن يقع الإصفار ثم تطلع الشمس وهذا الفجر هو الفجر الصادق سمي الفجر بالفجر الصادق لأنه يصدق فيه تبين الليل والنهار تبين الخيط الأبن الخيط ماسيب من الفجر وأيضا تتبين فيه الوجوه وتتبين فيه الملامح يبدأ التمييز يبدأ التمييز وهذا الفجر الصادق هو الفجر الذي تتعلق بأحكامه وهو ملحوظ ومشاهد إما بصريا أو فلكيا الإشكال نشأه هو في الخلاف القديم أنه يعتمد في معرفة الفجر الصادق على الرؤية البصرية يعني أن يراب العين هذا قد يتعذر كان يطرح إشكال والآن المباني كثيرة والإضاءات كثيرة ولا يمكن الآن أن يراء الفجر الصادق بسبب كثرة البناءات والإضاءات والتلوث البيئي والتلوث الأضواء إلى خيره فربنا سبحانه وتعالى جعل الحساب الفلكي الدقيق والصحيح الذي يقوم به العلماء الفلكيون المتخصصون جعله في معنى وفي حكم الرؤية البصرية فالمقصود التبين والمقصود إثبات الوقت وبعرفة الوقت يحصل هذا بالبصر ويحصل هذا بالحساب الفلكي ويحصل هذا أيضا بنقل الخبر عن من شاهد أو من رأى الهلال أو رأى الفجر الصادق فأمل أننا اليوم عقدنا أيضا ندوه هنا عندكم في السياق حول هذا الموضوع والكلمة موجهة إلى الشعب التونسي نعم إلى كل الإطارات الدينية إلى العلماء خطر مسألة سينور الدين جاينا رمضان قريب الأسبوع القادم وهنا مش نسمع أذنين لا 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 هذه رمضان هذا إن شاء الله القادم مناسبة عظيمة من أجل الوحدة والانتظام ومن أجل أن يجتمع المسلمون والمواطنون والصائمون أن يجتمعوا على ذان واحد وعلى قبلة واحدة وعلى وقت واحد وعلى إفطار واحد لا 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 ينبغي أن نحدث اضطرابا وقلاقل في المساجد في قرية واحدة أو في مدينة واحدة مما يبعث على الحيرة والاضطراب لدى الصائمين ولدى المسلمين هذا غير جائز وموضوع الموقيت موضوع موكول للدولة وللعلماء ولعلماء الفلك وعلماء الشريعة هذا أمر دولة وأمر حاكم وجاء في القاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف وتصرف الحاكم على المحكوم منوت بالمصلحة أما أن يوكل الأمر إلى غير العلماء وإلى غير الدولة من عامة الناس الذين يخوضون في علم لا علاقة لهم به هذا علم دقيق وعلم الشريعة علم دقيق أن يوكل هذا الموضوع إلى بعض الناس الذين لا يتقنون هذا العلم والذين يحدثون القلاقل والحيرة في النفوس دون علم ودون هدن ودون كتاب منير كل هذا غير جائز فأملي وناشد كل الشعب التونسي وكل علماء بأن يلتزموا هذا الشهر الكريم بالمواقية الشرعية المحددة وإذا فيه مجال فكر وعلم وحوار لا بأس ونقول الرأي هذا ونبين الدليل لكن في حدود الأداب الإسلامية وفي حدود إحكام سير المساجد والمحافظة على السمت الديني وعلى حرمة الشهر وعلى فضل الصلوات وعلى إقامة شعائر الله وتعظيمها وذكر كل الإخوة والأخوات بقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إذن نشكرك توعلها التوضيح حسين وردين نأتي الآن إلى أسئلة بعض الناس هنا كاميرا القلم تجولت وحاولت أن تتعرف إلى بعض مشاغل الناس في علاقة بوزير الشؤون الدينية ننصد إلى هذه الأسئلة تباعا نسألوه يعني الصعوبات التي تخص المعتمرين في شهر رمضان ربما أنه هناك صعوبات إن شاء الله يكون يعني تسهيلات إن شاء الله للمعتمرين في هذا الشهر إن شاء الله هذه الصعوبات هي صعوبات تتعلق بالسكن وتتعلق بتأخر يعني المعاملة وخاصة لوحدة هذه في الأيام الأخيرة وقلنا هذا ونقوله مرة أخرى موضوع العمرة وموضوع الحج بالأساس من ناحية تنظيمية ومن ناحية الترتيبات ومن ناحية عقود السكن وعقود النقل هذا الموضوع يتم بالتحديد تحت إشراف اللجنة الوطنية الحج والعمرة ولكنه تقوم به الشركة وتقوم به بعض وكلات الأصفار في الجزء المحرر فهناك الترتيبات وتنظيمات ونحن نتعاون معهم ونتواصل معهم وهناك أسباب أخرى تتعلق بالتقليص تقليص عدد المعتمرين وتعلق ببعض المشكلات الفنية والإدارية نحن في الأخير عقدنا مجلسا وزاريا واضفنا جزءا محارضا آخر وأيضا قلنا بأنه كل جهة تتحمل مسؤولياتها في أن المعتمر يقوم بعمر تدون أن يتأخر وهذا كله أيضا داخل في الفترة الانتقالية والاستثنائية ونحن الآن معنيون أكثر من أي وقت ما ضامن أجل إصلاح هذا القطاع إدارية وهيكيين حتى يأدي دوره في الأعوام القادمة كما يلزم دون أن نقع في هذه الإخلاق المبنية على عدم وجود منظومة متكاملة شاملة في الحج والعمر سينور الدين سلم عليه بحكم على اقتيبيه لكن أصيه أنه يكثف من الملتقات بالخصوص الجهوية ويكون إلى جانب الأيمة وتكون دورات منتظمة للأيمة ولتكوين الأيمة والاختيار بالخصوص الأيمة لأن هذا أخياني نشوف اليوم الناس تتصدر المنابر وتتصدر منابر حوار يعني ليس لها في الدين باع ولا جاء السؤال متعلق بوضعية الإمام قلنا هذا في الجواب وأنه الإمام لابد أن يكون كفأا قادرا على الخطاب الديني يجمع ولا يفرق عنده ثقافة شرعية وعلم شرعي وعنده قدر على فن التواصل ولا يدعو إلى فتنة أو لا يكفر الناس ويكون إنسان محبوب ومقبول وهذا أصل الإمام والإمام سمي إمام لأنه يأم الناس يتقدمهم في الصلاة ويتقدمهم في الخير ويتقدمهم في العلم يتقدمهم في كل الفضاء دون أن يدعي نفسه عصمة أو تفوقا أخلاقين أو تربعين عليهم المعلومة مثال حج يسر يعني من العلوش قربت ستملين وحج كما هك وطوى معنى الناس كل ما عندياش معنى ما تقدرش معنى حتى على تجم تقول حتى على عمره وزارة شؤون دينيما هي الجيهة اللي تحدد السعر متاع الحج ومعندياش دخل في تحديد سعر الحج عندها علاقة بالحج تشرف على الحج تنظم الحج بالتنسيق مع المعنيين لكن الكلفة متاع الحج أولا هذه الكلفة تتحدد بناء على أمور تتعلق بسعر الطيران وتغير العملة قيمة العملة وأيضا تتعلق بالسكن وسعر السكن وتعرفوا السكن الآن في مكة المكرمة أصبح صعبا بسبب هدم حوالي ثمانية في المئة من العمارات والفنادق لإحداث التوسعة الكبيرة للحرم المكي والمشاعر وطبعا تتحدد كذلك بناء على تطور الأمور الاقتصادية والأخير فهذا أمر نحن ماناش مختارين فيه ومعناش فيه تأثير مش ممكن نحن أن وزارة شؤون دينية تتصل تقول نقصوا من سعر مبالغ السكن وكذا هذه أمور معروفة والزيادة نأمل إن شاء الله يكون السعر هذا العام سعرا معقولا مناسبا وإذا واحد تدفع مبلغ كثيرا فإن شاء الله الأمل في أن ربنا سبحانه وتعالى يكتب له حجة ويعوضوا خيرا عن هذا المال والله يسؤال المواطن التونسي في جدل مع أنت كل مواطن اشي يحكي عن الموسيقى حبيت نعرف أن الموسيقى حلل ولا حرام هذا يجب تفصيل وفيه كلام وفيها دلة وفيه كذا مش ممكن نقوله هكا ولا هكا لأنه تعرف الموضوع هذي وهو موضوع قديم وجدناه وحنا لما كنا طلبة وقبل ذلك وبعد ذلك فالمسألة فيها ما شاء الله من الأراء الفقهية والدراسات وطبعا كل هذه تحدث بيننا على البسط المستفيد للمسألة في أدلتها في أقوالها في تحقيق معناها في بيان تفصيلها يعني ما المراد بالموسيقى ما هي المفردات المتاعها ما هي أغراضها ما آلاتها دورها قد تكون الموسيقى تشجع الناس على خوض يعني معركة وطنية أو تحقيق الثورة أو بناء الهمة الإنسانية قد تكون خلاف ذلك كل هذا وارد ولذلك الجواب عن هذا مثل ما تعرف سيادتك هو جواب فلسفي فيه مركبات وفيه عناصر متداخلة معرفية وأدلة شرعية وفيه أيضا نواحي نفسية واجتماعية فالمنهج العلم الموضوع يستوجب في الجواب عن مثل هذه الأسئلة ما يلزم من أن يكون البيان مستفيضا والدليل معملا ومنظورا فيه أو يعني مصارا إليه بحسب اعتبارات ذلك وسياقاتهم ولمساتهم ما زالت برشا إمامات تعجمها ما زالت تحكيلك على سياسة وتجبدلك في الخطبة سياسة وتجبدلك تمدح على كفلين وعلى فلتين وعلى كذا ولا يجبدو في حكاية للسلافيين وكذا 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 هذه كلها حكاية ما عندها حتى قيمة فسل جماعنا فسل مجتمعنا التونسي لأننا حاليا فمشي ماذا بينا نسمى واش قال الرسول قبله واشنو البحث شنية الثنية اللي يمشي فيها فهمتي ولا لا واشنو الطريقة الهداية وأول أسهل طريقة باش كونه الإنسان يبعد على المعاصب ويبعد على كذا باش ربي يهديه وكو ما وقعنا هنا نفس الشي قلنا يعني الإمام يتحدث على الدين ويتحدث على المجتمع بناء على توجيه الدين من غير ما يوظف الحزب السياسي والغرض الشخصي والغرض المذهبي في حديثه عن الدين فالدين يتناول السياسة لكن مش يتناول الأحزاب السياسي فرق بين السياسة باعتبارها تنظيم للشأن وإدارة للشأن الخاص والعام وحتى الإنسان لما يوجه أبنائه أو المدرس يعمل بيداغوجيا أو المراد تحسن الطبخ في الدار هي تمارس في سياسة سياسة الطبخ وفن الطبخ والمعلم سياسة تعليم والخطيب سياسة الخطبة كلهم يمارسون السياسة السياسة هنا بمعنى إدارة هذا الفن فن التدبير فن التدبير بناء على قواعده وعلى أدواته وعلى ما هو ممكن ومستطاع فالدين يأكد السياسة بالمعنى تدبير الأمر الخاص أو العام الخطيب أو على الإمام أنه يوظف الدين لأغراض حزبية أو يوظف الحديث عن السياسة بمعنى أنها تدبير عام وخاص يوظفها لأغراض أخرى غير سياسية بالمعنى العلمي وبالمعنى الشعبي والعام فمش ممكن نحن نقوله الآن اللي الخطيب ما عاش تحث على السياسة تحث كان على الدين كأنه ثم فصل بين الدين والسياسة الدين جزء منه السياسة بمعنى تدبير الشأن العام تدبير الشأن الخاص بمعنى حسن العدل إقامة الأنظمة تسوية الأوضاع كل هذا من السياسة العادي لها الصالحة اللي هي من حقيقة الدين وجوهره أنا أحد المعلقين يقول لي ما عندكم 3000 جامعة قلت له لا 5000 لا قال لي في بالي 2000 ويقول لي الخطيب الفلاني كان يتهجم ويحرض على العنف في المسجد الفلاني واتضح بعد ذلك أن الصورة ما هيش في المسجد وأن ما هي في الشارع اللي هو محاذي للمسجد ويقول لك الشخص هذا إيمام وهو ليس عندنا إيمام بمعنى أنه ليس مكلفا نراصمي هو انتح لصيفة الإيمام فلماذا تتحمل الوزارة مسؤولية أنه إيمام وهو ليس إيماما فنحن نتعامل بإيجابية مع كل الإخوة اللي حب يشوف الوزارة الشرق الدينية مرحبا به ويشوف أوضاحة ويشوف مدى الصعوبات والمشاقات التي نعيشها يوميا والإخوة في الوزارة يشتغلون 12 و 14 ساعة وبالمناسبة ما ننساش السؤال الليلاني حول المستشارين حتى أجيبك عنه أقول في كلمة ننهي به إن شاء الله هذه مشكلة الحقيقة ليست مشكلة بأي معنى نحن عندنا في الوزارة ما يعرف في تنظيم الوزارات بالملحق بالديوان أو المكلف بمأمورية وهذه الخطة هي خطة معروفة في الدولة والهدف منها هو دفع عمل الوزارة بما يقدم هذا الملحق بالديوان أو المكلف مأمورية من خدمة معينة تحتاجها الوزارة في مجال فكري فلسفي الاخير وربما سمي هذا الملحق بالمستشار لأنه موضع استشارة يعني يستشار في موضوع معين يتعلق بالوزارة موضوع هيكل فلسفي لا يتعرض هذا الموضوع مع العمل الإداري والوظيف الأصلي وإنما يكمله وفي الوزارات الكل ثم المصالح والإدارات المعروفة وثم هيكل في هذه الملمحقين بالديوان يتكاملين الملحق بالديوان يقدم الجانب الفلسفي والنظري والاستشارة اللازمة والإدارات والمصالح الأخرى تقدم للناحية الإدارية والتنظيمية فهي تكاملين ما خشي أنه تكثر الاستشارات لا لا مثلا ما هيش هو تولي نوع من الاتباك على بسوء العمل هو ليس هناك كثرة الاستشارات هو ثم تعدد الاستشارات لأنه ثم مثلا نحن في تونس مثلا عنا موضوع اسمه الخطاب الديني الخطاب الديني جديد حبينا إثما واحد يلحق في الديوان ينظر في هالموضوع متع الخطاب الدين عنا موضوع الكتتيب والجمعيات لعنا به علاقة لما تكلف شخصا بأن يأخذ هذا الموضوع ويدرسه من جوانبه ويعملك قاعدة إحصائية وبيانات كاملة يعينك على إعطاء المقاربة الصحيح عنا مثلا موضوع يتعلق بإحكام سير المساجد ومتابعة الأوضاع المختلفة هذا من ناحية فلسفية والتعاطي مع الإعلام ومع المجتمع المدني والسياسي لأخيره هذا شيء وأداء المهمة إداريا وإجرائيا والتسجيل والتلقي للطلبات والردود والأجوبة هذا مجال إداري ونحن الحقيقة كنا ما يتعرضوش مع بعضهم والوزارة قبل الثورة كانت مهمشة وما كانش فيها الطاقم الإستشال وكان ما كانش عندها وظيفة جوهرية أصلا في المجتمع بعد الثورة الوزارة أصبحت ذات طابع ثوري وذات طابع رسالي مش تكون بدورها الوطني المعتدل اللي ما فيش توظيف حزبي ولكنه يليق برسالتها وهذاك عليش كنا انطعموا الوزارة بعدد قليل هما ثلاثة ولا أربعة ما هوش عدد كبير ثمانية عليه بالبينة قل هاتوا برهانكم وكنتم صادقين هؤلاء يخطئون ويحملون أخبارا ليس صحيح اللي عنده ثمانية يتفضل يقول ثمانية وثم الإخوة الإداريين نحن حتى أنه طعمنا الإدارة بأشخاص آخرين وبععاد آخرين الوزارة اللي عندنا الآن تحتاج إلى عشرات ومئات الموظفين مش المستشارين مستشارين تحتاج أربعة من فبتوش أما تحتاج إلى مئات الموظفين وإلى الأقسام والمصالح وتحتاج إلى الإدارات الجهوية والإدارات المحلية كذلك إذن سينولدين نحن على أبواب شهر رمضان كلمة قبل أن ننهي هذه الحلقة في الحقيقة نحن اليوم في يوم من أيام شعبان ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك وهذا الشهر هو شهر له أحكامه وأدابه وهو محطة من أبرز محطات المسلمين هو مناسبة لكي يجدد الإنسان إيمانه وثقته بالله سبحانه وتعالى ولكي يراجع نفسه ويصلح ما وقع فيه من تقصير وتهاون فيما مضى شهر رمضان شهر الرحمة وشهر المغفرة شهر التواصل بين الأفراد والشعوب بين المؤسسات بين الأحزاب بين العائلات بين الأسر هذا الشهر هو شهر سيلة الرحم شهر زيارة المرضى شهر تذكر الأموات من الآباء والأمهات لأنه شهر العتق من النار فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقى لقاب آبائنا وأمهاتنا من النار هذا الشهر هو شهر العلم والمعرفة وهو كذلك شهر العمل وشهر الانتاج وبلادنا اليوم في أمس الحاجة إلى مضاعفة الجهود وتكثير الانتاج وتأمين ما يحتاجه الشعب من خدمات ومن حاجيات وضرويات في كل مجالات هذا الشعب الكريم رمضان المبارك هو شهر الله سبحانه وتعالى هو شهر محمد صلى الله عليه وسلم هو شهر الأمة هذا الشهر الكريم نأمل إن شاء الله أن ندركه ونحن في أتم الصحة والعافية ونحن في وضع أفضل وفي طريق أسلم نحو تحقيق أهداف هذا الشعب العزيز الذي لأجله اندلعت هذه الثورة هذه الثورة من الله سبحانه وتعالى نعمة هذا الشهر الكريم نأمل إن شاء الله أن يكون شهر الوحدة الإسلامية الوحدة الوطنية الوحدة الاجتماعية الوحدة العربية الاسلامية هذا الشهر شهر الدعاء شهر التضرع كي ربنا سبحانه وتعالى ينصر إخواننا في فلسطين وفي سوريا أن يحقن الله دماءهم وأعراضهم وأموالهم وكي يحقن الله سبحانه وتعالى دماء كل المسلمين وأن يعمر بلادنا بالخير وأن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا نسائر بلاد المسلمين فهنيئا لشعبنا وهنيئا لأمتنا بمقدم هذا الشهر الكريم اللهم اجعله شهرا مباركا ندركه بالصيام والقيام وبحسن القبول وتمام الرضا إنه سماع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إذن نشكركم سينور الدين على هذا الحوار ونأمل أن توفق في ما بقي لكم من أعمال تؤدونها في مجال الوزارة وعلى أن يكون هناك إجراءات من شأنها أن تلقى نوع من الوفاق على صعيد وطني إن شاء الله إذن أعزائي المشاهدين هكذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي استضفنا فيها السيد نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية فإلى اللقاء بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة